في أول تحرك له منذ تعيينه يصل رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى محافظة المهرة المحافظة المنكوبة على كافة الأصعدة والتي تصدرت قائمة الأحداث بعد الإعصار المداري الذي ضربها وتسبب بخسائر بشرية ومادية عديدة الزيارة الأولى وفي شكلها العام تأتي للإطلاع على الأوضاع في المهرة وحجم الأضرار التي خلفتها العاصفة الإعصارية لبان التي ضربت أجزاء واسعة من مديريات المحافظة وجعلت المواطنين يقاسون تبعاتها الكارثية رئيس الحكومة وفي تصريح عقب وصوله أكد أن الزيارة سيكون لها أثر في الميدان وأنها لن تكون زيارة بروتوكولية بقدر ما ستكون زيارة عملية لتتشين مرحلة التعافي وذلك في إطار العمل مع السلطة المحلية بالمحافظة وبقدر ما تتجه أنظار رئيس الحكومة الجديد إلى حل إشكاليات الملف الخدمي وإعادة الإعمار في عموم المحافظات المنكوبة بفعل الحرب والكوارث الطبيعية إلا أن الشكل العام لأداء الحكومة لا يزال متعثرا بحسب متابعين طالما وأن قاعدة الحكومة لم يشبها أي تغيير مهام وملفات عديدة يتوجب على رئيس الحكومة القيام بها كما يقول متابعون لا تتوقف عند حدود التحركات وشكلها الرسمي بل يبقى التحدي مفتوحا أمام قدرة رئيس الحكومة على حل ثلاثة ملفات رئيسية الأمني والاقتصادي والخدمي وهي ملفات أظهرت عيز الحكومة في المرحلة السابقة فيما ظلت مشكلة تحديد طبيعة العلاقة مع التحالف تمثل التحدي الأكثر تعقيدا في المشهد بعد أن أثرت سلبا على عمل الحكومة في كافة تحركاتها الرامية إلى إيجاد تغيير على صعيد استقلال القرار السياسي